موسيقى وسط مشاعر حزينة وأجواء خاشعة عمها روح التعزية والإيمان المشترك أقامت الكنيسة القبطية الأرثودوكسية في المملكة صلاة جنائزية عن راحة أنفس شهداء الكنيسة البطرسية الذين استشهدوا خلال حضورهم القداس الإلهي وترأس الصلاة في كنيسة السيدة العدراء ومارجريس في منطقة العبدالي ممثل النائب البطرياركي للأقباط الأرثودوكس في الأردن الأب أنطونيو الصبحي بمشاركة الكهنة والشمامسة المعاونين وسط حضور لفيف من رؤساء وممثلي الكنائس الرسولية في الأردن ومن دوبة سمو الأمير الحسن بن طلال مديرة المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتورة ماجدة عمر وسفير جمهورية مصر لدى المملكة طارق عادل وجمع من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والعامة وعدد غفير من أبناء الرعية القبطية وابتدأت الصلاة بتراتيل المزامير والابتهالات والقراءات التقصية باللغتين القبطية والعربية وعقب قراءة الإنجيل الذي تحدث عن إقامة السيد المسيح لألي عازر من القبر ألقى الأب أنطوني الصبحي كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لكل المعزينة مشيرا إلى أن الكنيسة زفت شهداء انتقلوا للحياة الأبدية إذا كنا أبناء الله الحقيقيون لابد أن نتقوى بالتجارب بالأحزان بالأوجاع بالألامات وكل مكتوف في الكتاب المقدس في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وقال أيضا بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات وقال اكتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق وفي ختام الصلاة قرأت الدكتورة ماجدة عمر رسالة المواساة التي وجهها سمو الأمير الحسن بن طلال لقداسة البابة وادروس الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية والتي أكد فيها سموه على أن الإرهاب لا دين له وإنما يرمي إلى ضرب الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي وفي هذه الأوقات العصيبة فإنني لأتقدم إليكم وإلى أسر الشهداء الأبرياء وإلى نفسي بأحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل سائلني المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جينانه من جهته نقل السفير المصري في عمان طارق عادل تعاز الجالية المصرية المقيمة في المملكة لافتا إلى أن مصر استطاعت رغم التحديات والمحن عبر مئات السنين أن تبقى بجميع مكوناتها صامدة أمام محاولات التفرق بين أبناء المجتمع الواحد اعتداء أجمع العالم على وصفه بالعمل الخسيس رحمة الله على شهداء الكنيسة البطرسية الكنيسة التي ارتبط اسمها بإحدى أهم أسر ورموز العمل الوطني أسرة بطرس غالي والتي انحضر منها شخصيات تظل وطنياتها مرجعية لنا جميعا في مقدمتها شخصية لها مكانتها الدولية والإقليمية إن المحاولات الجارية لتغييب عقول الشباب وأحداث تشوهات فكرية لدى بعض الفئات في المجتمع تعد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري وهو ما يفرض علينا جميعا إعلاء قيم التضامن في مواجهة تلك القوى الظلامية ومحاولتها فرض أفكارها بالقوة والترهيد وأطلب منكم الناعي جيدا بأنه لا وصاية لأحد على ديانة أو فكر أو عقيدة أي مواطن مصري وفي ختام الصلاة الجنائزية قدم المشاركون في قاعة الكنيسة تعزيهم الحرة المقرونة بالصلاة للكنيسة القبطية الأرثودوكسية باستشهاد شهداء الكنيسة البطرسية معبرين عن خالص مواساتهم لعائلات الشهداء وتمنياتهم للمصابين والجرحة بالشفاء وكانت الحكومة الأردنية قد أدانت العمل الإرهابي الذي استهدف أماكن العبادة وطال أرواح الأبرياء بالكنيسة البطرسية في القاهرة مؤكدة موقفها الواضح والثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله